طب حيب جعلك تاني على جاملة المبادئ والتقليد دي بس هنما نكمل كلام عن بيتسو موسيماني عشان دي نقطة كمان ليها تفريع كبيرة او مهمة يعني موسيماني التأكد دي ان هو مدرب محظوظ ان هو موجود في النادي الاهل زي كل المدربين اللي ضربوا النادي الاهل وطبعا اكيد اي مدرب بيقدر ان هو يكسب بطولة تفريكة بيقدر ان هو ياخد سوبر افريكي بيقدر ان هو يوصل ثلاثة علامات دي اكيد مدرب متميز اكيد مفيش مدرب هيكسب البطولات دي ويضر حقا نجاحات ويبقى انا بشوف ان هو من الاستخفاف او ان انت عدم الانصاف ان انت ما تديش الناس حقاها فموسيماني لا حقا نجاحات اشتغل بشكل كويس كان عنده افكار كتيرة كويسة جدا اضاف للنادي الاهلي في الفترة الفنية اللي هو كان موجود فيها اضاف افكار على المستوى الفني واضاف افكار على المستوى ان هو جيه في فترة صعبة بعد فيلر وان احنا جيه على ماتشين الوديات كان عندنا قبل نهاية افريكيا اللي هو وصلنا من خلالهم لماتش الزمالك نهاية القرن جيه في فترة صعبة لكن هو عشان مدرب كبير ومتعاود ان هو السين اللي فات بيوصل مع صندون زنائياته قبل نهاية وهو كان مقدر حجم وقيمة النادي الاهلي وكان عنده حلم ان هو يبقى موجود في النادي اهلي فقدر ان هو ينجح فلا انا بشوف ان مسين مدرب كويس جدا طبعا